موسيقى أهلا بكم تقول التقارير الغربية أن ميليشيا الحشد باتت ورقة مساومة مسلحة غير قابلة للحل في القريب المنظور على الأقل في ضوء المعركة المستعرة بين القوى الطائفية وتضيف هذه التقارير أن للصدر مثلا وجودا عسكريا بارزا في صفوف ميليشيا الحشد تعرب بسرايا السلام لكنه يستشعر أي صدر مدى الخطر الذي تشكله بقية الميليشيات أمام طموحاته السياسية وهو الدافع الحقيقي لمطالبته بحل الحشد أو ميليشيا الحشد والصدر طبعا لم يكن الوحيد الذي دعا إلى حل ميليشيا الحشد والذي تتهمه المؤسسات الحقوقية الدولية وغير دولية بارتكاب فضاعات وحشية لا سيما في المحافظات المنكوبة وقتله نحو ألف من متظاهري وناشطي تظاهرات تشرين كما أن هذه الدعاوات لحل الحشد من قبل القوى الشيعية لا تتعلق بانتهاكاته وفضاعاته وإنما تدخل ضمن لعبة المساومات السياسية بين الخصوم السياسيين وتوظيف هذه القوى المسلحة المنفلتة في المعركة المستعرة بين القوى والميليشيات الطائفية مخاوف القوى السياسية الطائفية من تغول ميليشيا الحشد وتوظيفها في الصراعات بين تيارات العملية السياسية الطائفية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنستضيف فيها كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا أيضا الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية أهلا وسهلا بالضيفة الكريمة حياكم الله لم تقابل خطوة تشكيل قوة مسلحة طائفية باسم الحج الشعبي سنادا إلى فتوى الجهاد الكفائي بارتياح الرأي العام العراقية في العام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل ازدادت هذه الهواجس والمخاوف الشعبية من هذه القوة بعد اتضاح حقيقتها وهي أنها قوة مسلحة ملحقة بفيلق القدس الإيراني وأن الغالبية الساحقة من قادتها مرتبطون بمرجعية المرشد الإيراني خامنئي رغم تنظيمها بقرار برلماني على كونها تشكيلا عسكريا يتبع القائد العام للقوات المسلحة تحولت هذه القوة صاحبة السلاح المنفلت إلى أول عسكري يجرف كل من يقف أمامها في الداخل العراقي وتعدت تحركاتها العسكرية الساحة العراقية إلى ساحات الصراع المجاورة في سوريا واليمن ولبنان وفق توجيهات وأوامر الحرس الثوري كما سيطرت هذه الميليشيات على كل المفاصل الاقتصادية في العراق عبر مكاتبها الاقتصادية المنتشرة في كل محافظات العراق ولم يعد خطرها مقصورا على المحافظات المنكوبة وسكانها بل صارت بعض القوى السياسية الشيعية تتحسس هذا الخطر المتصاعد والجاهز للتوظيف في مشهد الصراع على السلطة كما هو جار الآن بين التيار الصدري وإطار الميليشيات التنسيقي ولذلك تصاعدت الدعوات من القوى الطائفية كالتيار الصدري وغيره إلى حل الحجر ودمجه في القوات الأمنية لانتفاء الحاجة إليه بعد انحسار تنظيم داعش لكن المفارقة هي أن قادة الميليشيات الولائية العمود الفقري لميليشيا الحجدة صاروا يطالبون بدمج الجيش والقوات الأمنية في الحجدة باعتباره صاحب اليد الطولة والكلمة الفصلة في عراق ما بعد عام 2003 أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث فيه مخاوف القوى السياسية الطائفية ودعواتها المتكررة من تغول الحجد الشعبي والدعوات المتكررة لحله لألا يوظف توظيفا سياسيا في الصراعات المحتدمة بينها ضيفاء الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ومعنا أيضا الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي واشنطن نجد الترحيب بالضيفين ونبدأ بالدكتور رافع الفلاحي دكتور هذا الصراع السياسي المحتدم بين القوى الطائفية في العملية السياسية الآن مستعر كيف ساهم في تحويل ميليشيا الحشد إلى قوة مسلحة منفلتة توظف في هذا الصراع وباتت قوى طائفية تخشى منها يعني هناك استشعار بالخوف من قوى طائفية يعني القضية ما عادت مقتصرة على سكان المحافظات المنكوبة كان سابقا الخشية في هذه المحافظات من هذه الميليشيات بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد ربما يعني هذا سؤالك يعود بنا أو يجبرنا العودة إلى عام 2003 في عام 2003 جرى جرى إنهاء الجيش العراقي هذه المؤسسة العراقية العريقة بقراءة من بريمر وبالتوافق مع كل هذه الأحزاب والقوى الموجودة بالعملية السياسية التي فرحت بهذا القرار إنهاء الجيش العراقي لم يكن أمرا بسيطا وهينا المؤسسة العسكرية العراقية مؤسسة رصينة مؤسسة قديمة مؤسسة لها هيبتها ولها ثقلها في السياسة العراقية وساهمت في تأسيس الدولة العراقية في عام 21 هذه المؤسسة هذه ليست مؤسسة طارئة أنهيت وبدأت تشكيل لمؤسسة جديدة اسمها المؤسسة العسكرية والجيش العراقي الجديد هذا الجيش العراقي الجديد بغض النظر عن رأينا به إذا كان نعم أسست الميليشيات ودخلت ببدر ودخلوا به لكن في كل الأحوال أيضا دخلوا به ضباط قدماء من الجيش العراقي بعض من عدهم عادوا إليه البعض من محافظات أخرى هناك عقيدة وأهم ما فيه هذا الجيش حتى الجديد هذا رغم اعتراضنا عليه لكن هو ورث تاريخ الجيش القديم هو ادعى أنه وريث لتاريخ الجيش القديم وهذا التاريخ القديم فيه وطنية فيه معارك قومية فيه عروبة فيه كثير من التاريخ مملوء فبالتالي هذا جزء من تراثه هنا العقدة إيران لا تريد هذا الجيش أن يبقى نعم أسسه تقول لي الميليشيات أسسته نعم الميليشيات أسسته لكن هو لديه عقيدة بغض النظر لديه إطار معين يسمى جيش عراقي وورث تاريخا فيه ما فيه من هذا التاريخ وبالتالي يريدون أن ينهو هذا الجيش لكي تتسيد قوى أخرى التي تشبه الحرص الثوري الإيراني ميليشية جديدة لذلك جاءت الفرصة في عام 2014 في البداية وربما نتحدثت في هذا الموضوع في البداية كانت العملية هي إدماج الميليشيات بالجيش لكي تتغول هذه داخل الجيش وتتمدد داخل الجيش وتسيطر عليه وفعلاً صارت هذه القضية لكن بعد عام 2014 بعد سقوط الموصل وسقوط المحافظات هذه وهروب الجيش وانكسار الفرق العسكرية عادت القضية وكأنها مرتبة عادت القضية لإدماج الجيش بقايا الجيش بالميليشيات القضية معكوسة لكي تقود الميليشيات هي الأساس لكن هذا لم يلبي طموح الإيراني لأن الطموح الإيراني أن يكون هناك قوة لديها أديولوجية فكرية لديها انتماءات طائفية هي من تقود هي من تتحكم بالسياسة هي من تقود البلد هي من تقود إرادته لصالح إيران من التحكم به ليس هناك جيش هذا الجيش بتاريخ بانقلابات وبيطلع لك ضابط صغير رائد ما أعرف مقدم ما أدري ملازم يسوي انقلاب ربما يعني رغم أنه يقولون أنه زمن الانقلابات انتهى لكن ما زلت مخاوفهم كبيرة هذا الجيش له تاريخ له إرث له كثير من القضايا وله تدخل في السياسة لكن دكتور الآن إذا أسمح لي الآن هناك مخاوف الحقيقة مو قضية الجيش على أنه وريث لكن الخوف من أنه تشكيل عسكري كان يد ضاربة بكل القوى الطائفية نعم نعم هذا جزء من عده بعد ثورة تشتريين وهذا هي هذا المفصل الرئيسي خروج القوى التي كانت يعتقدون أو يقولون عنها أنها هي الحاضنة الشعبية لكل هذه الأحزاب وللميليشيا لميليشيا الحشد والمؤيدة له خروجها بالشوارع تهتف بسقوط هذه القوى تهتف بسقوط العملية السياسية تهتف بسقوط الإطار الذي يجمع كل هذه وخروج هذه الميليشيات لتقتل هذه المجامع وهي مجامع شيعية الغالبية العظمى من الشعبية المتظاهرون تقصد نعم هذا أحدث شرق كبير أحدث هو كبير بين الشعب وبين متطلبات الشعب وإرادة الشعب وبين هذه القوى إيران هنا كانت تبني خطوات متراكمة هذه لم تأتي اعتباطاً هذه بداية تشكيل الميليشيات ووصولها إلى هذه ووصولها إلى الحجد الشعبي يعني حتى فتوى الحجد الشعبي لم تأتي اعتباطاً يعني مول مرجعية قعدت مثل ما قالوا لأنه إرهاب دخل لا هذه مخطط لها الآن عندما تنظر لها تجدها مخططة لها ولا انتهى الارهاب وهم أعلنوا انتهى الارهاب لماذا لم يحل الحجد الشعبي وتنتهي هذه القرية؟ سنتحدث عن هذه النقطة دكتور فذلتالي هذا مخطط إلى وبناء تراكمي ووصولها إلى هذه الحالة الجماهير حتى الشيعية يعني نتكلم بهذه اللغة التي لا نحبها لكن بالحقيقة هذه حتى الجماهير الشيعية بدأت تأن وتوين من هذه الميليشيات هذه ضد طموحاتها هذه لديها أجندات خاصة ليس لها علاقة بمذهب ليس لها علاقة بالمظلومية التي كان يتحدث عنها سنتحدث دكتور عن هذه المخاوف الشعبية وأيضاً القوى السياسية الأخرى دكتور عبدالوهاب القصاب ما الذي جعل هذه القوى السياسية الطائفية على سبيل المثال مقتد الصدر وآخرين يستشعرون خطر يقدرون أن هناك خطر من هذه الميليشي ميليشي الحشد التي دعموها وانخرطوا فيها وغطوها وما إلى ذلك كانت هذه الميليشيات الحقيقة خطرها يستشعر من قبل المحافظات المنكوبة لأسباب ولدوافع الطائفية الآن هناك استشعار من قوى طائفية تمتلك ميليشيات أيضاً يعني مثل الصدر يمتلك ميليشيات لكن يتحسس خطر من هذه الميليشي ويدعو إلى حلها أو إدماجها في القوات الحكومية ما الذي استجد؟ الحقيقة يعني الذي استجد هو المشهد الموجود حالياً أن هناك تم التنافس الشديد حقيقة بين القوى السياسية ودعني أسميها كما هي القوى السياسية الشيعية كل يريد أن يسيطر أو يأخذ دفة القيادة بيده ليلقى أو ليجد حظوة عند سيده الذي يشغله عبر الحدود الشرقية لكن هذه الميليشيات كميليشيات دعنا نرى هناك لدينا في العالم نموذجين من هيمنة والتغول الميليشيات النموذج للإفغاني أحدها والنموذج نماذج كثيرة في أمريكا اللاتينية تجد أن هؤلاء يتحولون إلى ما يسمى بأمراء الحرب يعني قادة الميليشيات هو أمراء الحرب هذا الرجل المعمم أبو العصائب الآن أمير حرب قيس الخزعلي قيس الخزعلي يعني يتصرف كأمير حرب يتصرف بالقوة التي بإمكانه أن يجبر الآخرين للخنوع وليس بما ينص عليه دستور كتبوه لهم يعني هذه حتى وين كان من المماثل النوعي هناك عمليات إرضاخ نعم هناك تنافس الآن تحول هذه أوليغارشي كما تسمى عندما تتحالف القوة مع السلاح المال مع السلاح خارج إطار القانون أوليغارشي فهؤلاء الآن يعني الآن أنا أزعم بأن هدفهم الأول أرضاء مشغلهم لكن عندما سيجدون حتى ميوعة من مشغلهم للأسباب الدولية ستجدهم يقاتلون لقضيتهم وقضيتهم الخاصة هي منافسة الآخرين ومحاولة الهيمنة فالموضوعات هم أشعر بأنهم تورطوا الآن دون أن يشعرون بأن هذه الميليشيات العديدة العداد والأرقام الكثيرة المتاحة للناس هذه في لحظة معينة من التاريخ ستتقاتل فيما بينها والذي يقول لا لينظر إلى أفغانستان قبل سيطرة طالبان عليه انظر كم هناك من من إمارات الحرب في داخل أفغانستان وكيف كانت تقاتل فيما بينهم الآن في العراق في المرحلة السابقة حدثت مناوشات لكن على نطاق بيق بين هذه الميليشيات هذه هي بدايات هذا هو الذي سيقدح الشرارة في يوم من الأيام عندما سيتقاتلون فيما بينهم هذا لو سمحت لي إضافة بسيطة تبين كم كان قرار إنشاء هذا الحشد غير حكيم يفتقد الحكمة نعم دكتور رافع بعد عام 2003 ثلاثة الحقيقة واضح وانت أشرت إلى في البداية الدولة العراقية ومؤسساتها كأنها يعني العسكرية التقليدية رُكلت وانحسر دورها لصالح ميليشيات قادمة من خارج من خارج العراق وأيضا مصنعة في الداخل وصورة هذه الميليشيات على أنهم أبطال على أنهم صانعون نصر المدافعون عن العراق وعملية يعني غض طرف عن بقية مؤسسات الدولة العسكرية جيش شرطة وما إلى ذلك هناك عملية تركيز على الميليشيا على ميليشيا الحشد أنها هي من حافظت على وجود العراق هذا لمصلحة من في النهاية؟ لمصلحة هذه الميليشيات فقط لمصلحة مشغليهم كما يعني ذكر دكتور عبد الوهاب مشغليهم استخدم هذه التركيبة لمصلحتهم أو لمصلحة مشغليهم؟ يعني لمصلحة مشغليهم ولمصلحتهم الذاتية أيضا لديهم فائدة لو لم يستفيدوا منها لما كانوا يعني استمروا بهذه القضية يعني عندما جاء المشكلة دكتور سمعني حتى الدولة التقليدية ساهمت بصناعة هذه الصورة صورة المنقذ الوحيد للحشد والبقية عبارة كانوا عبارة يختبئون يختبئون خلف جدران الحشد جيش شرطة وما إلى ذلك الدولة ساهمت أيضا ما هي منية الدولة؟ نعم أنت عندما تحدثت لي عن الدولة الدولة بهذا البناء هي لا دولة حقيقة الدولة مبنية على فكر طائفي ومحاصصات هذه المؤسسات السلطة دعنا نسميها السلطة هذه السلطة الحاكمة مبنية على أساس محاصصات وإذا ما افترضنا افتراضاً هكذا أن هناك دولة فهذه الدولة تدار برؤوس كثيرة وربما أنا قلت أكثر من مرة رؤوس كثيرة تدير هذه الدولة وأضعف رأس فيها ورأس الحكومة نعم رأس الحكومة أضعف رأس لأن الرؤوس الباقي هي الحاكمة اللي هي الميليشيات والأحزاب المتغولة في العملية السياسية هذه هي الحاكمة ومن يدير هذه العملية من يمسك كل خيوط هذه اللعبة هي إيران حقيقة من تلعب بها نعم ماكو دور أمريكي لكن الدور الإيراني الآن تغوله وبشكل كبير وهذه القوة كلها تابعة لإيران وتنصع ليه أمر إيران وهي تلبي طموحاته فبالتالي أنت تتحدث عن عن ميليشيات من البداية كان الفكر إذا عدنا إلى 2003 ودائما ما سنعود ربما في هذه الحلقة إلى هذا التاريخ لأنه مفصل الفكرة كانت هناك مظلومية وكان حديث عن هذه القضية وكان الوسط الإعلامي ومحاولة خلق رأي عام شيعي أساساً يعني دعنا نتحدث تحت يعني بين قوسين رأي عام شيعي أن هناك مظلومية كبيرة وأن هذه القوى التي جاءت بأحزابها وبمن يحملون السلاح معها هم جاءوا لنصرة هذه المظلومة لعادة الحق لهؤلاء المظلومين هكذا كانت الفكرة لكن مجريات الأحداث لاحقاً قوضت هذه الفكرة هذه متى بعد السنين بعد ما هذه تغولت بعد ما دعمت بعد ما كبرت هذه الميليشيات بدأت بيبدر لكن الآن أنت تتحدث لي يمكن عن ستين ميليشيات ميليشيات كبيرة وتحدث الدكتور عبدالوهاب أخي الدكتور عبدالوهاب قبل قليل عن الخزعلي أنا أقول لك الخزعلي لو ما يستفاد لو لم تكن هناك استفادة له لما استمر في هذا العمل هو يستفيد ويفيد من وظفوه من استعملوه من استخدموه في هذه لأنهم وضعوا لها مش لاستفادة أيضاً هم وضعوا له مساحة لاستفادة وبالتالي هي العملية السياسية المبنية على هذه الصراعات ادفع هذا الطرف لكي تستفيد أكثر كلما دفعت هذا الطرف كلما تغول لذلك الصراعات بينهم من البداية كانت مشتعلة نعم لم نراها لأن هناك كان الحديث عن بيت شيعو وبيت ما عرف منه هذا الكلام الفارغ لكن وصلنا إلى مرحلة مفصلية بعد 11 سنة فشل كبير الشارع الآن هائج ضدهم الشارع الآن العراقي ليس شارع عام 2003 ليس شارع عام 2004 و2005 الشارع الآن بعد 11 سنة شهد كل ويلاتهم شهد كل خيباتهم الآن اقتنع أن هؤلاء ضدهم بالرغم من ذلك والسؤال للدكتور عبدالرهاب القصاب يعني بالرغم من كل هذه الفجوة والبون الشاسع والهوى السحيقة بين الشعب والميليشيات التي صورت في لحظة أنها جاءت لرفع المظلومية والحفاظ أو تحقيق مكتسبات هذا المجتمع الموجود في وسط وجنوب العراق لكن لا زالت هذه القوة متغولة ومستمرة وهناك من يتحدث أن هذه الميليشية ذات السلاح المنفلت هي قوة الآن عسكرية عقائدية على غرار نموذج الحرس الثوري أو أنها نوات للحرس الثوري وأنها سائرة بهذا الاتجاه على الرغم من كل التحديات والعقبات والكره الشديد المجتمعي لها فعلا ماضية بهذا الاتجاه ستنجح ستنجح الطريق أمامها سهل معبد لأن تكون نموذج لحرس الثوري عراقي عراقي بين قوسين يعني السؤال حقيقة فيه كثير معه وضد يعني هناك كثير من الأمور حقيقة والقواعد نأخذ نقطة نقطة نعم الملتبسة التي سنقول أنها تكبح أو تساعد على تشكيلها نعم العامل المساعد الأول لإقرار فكرة أن الحشد هو الذي سيكون نموذج رقم واحد دكتور فأذكر فقط الكثير من القوى السياسية محسوبة على القوى السياسية تطالب بدمج الجيشي والشرطة والقوات بالحشد لأنه هو هذه القوى الفاعلة هو القوى الرئيسية رأس الحرب في التصدي الإرهاب والحفاظ على العراق فأجدر به أن يكون هو القوى التي تنضوي تحتها تنطوي تحتها بقية القوات الأخرى نعم يعني نموذج الحشد حقيقة في العراق هو نموذج خلق بالضبط على نفس النمط أو الأساس الذي خلق به حرس الثويل الإيراني وكلاهما خلق لكي يلبي حاجة للطغمة المعممة التي تحكم شواء في إيران أو عندنا تحكم من وراء ستار يعني أيضا نحن المعممي إيران هم الذين يحكمون الآن في العراق التهديد الذي شعرت به المفارقة دكتور رح أقاضعك كثيرا المفارقة أن هذا الحشد أيضا توسع الساحتة إلى دولية من العراق إلى سوريا اليمن الآن في أوكرانيا هناك مقاتلون من الميليشيات في أوكرانيا نعم دعم يقاتلون لا أحد يعترض أنا شخص يلاعد ينصروا لقضية بوتين نعم ليس بتشكري الآن نعود إلى موضوعنا فعندما يعني تشكل في إيران وتشكل في العراق ليلبي حاجة المجموعة الحاكمة نظرا لعدم ثقتها بمؤسسة القوات المسلحة سواء كانت إيران الشاه أو مؤسسة القوات المسلحة العراقية التي عندما حلها بريمار وحاول إعادة إعادة إنشائها أنشئت على نفس تقريبا نمط الجيش العراقي الذي أسس عام 21 والجيش العراقي تأسس عام 21 قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة يعني هو الذي كان الرافع التي استندت إليها الجيش الدولة العراقية الحديثة بالضباط المثقفية الذين كانوا يشكلون الفئة الأكثر ثقافة في المجتمع العثماني عموما وليس في المجتمع العراقي حتى في عاصمة السلطنة في إسطنبول الكريم اللي كان متقدما هم مجموعة العسكريين الذين أعدوا إعدادا علميا جديد الضباط الشريفين فيما سمي عندما خرج منه أنا أحكي الآن على القاعدة الأساسية التي الهيئة أو المؤسسة العسكرية تحولت إلى رافعة لتأسيس الدولة هؤلاء أعدوا إعداد ممتاز في ألمانيا ودخلوا في كليات أركان الحر هناك والمجموعة العراقية من الضباط الشريفين هم الذين أسهموا بشكل فعال في تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولذلك عملية الإساءة للجيش العراقي عملية بخاص حق حقيقة للدولة العراقية التي يبدو أن هؤلاء الناس المتسلطين على السلطة في هذه المرحلة لا يحبونها ويكرهونها الآن إذن قدنا السبب الأول للدافع هو الخشية وعدم الثقة بالمؤسسة النظامية المناط بها أو المنوط بها عملية حماية لذلك هناك محاولة إبقاء لهذا الحشد والتحويل إلى حرص ثوري من هنا نعم من هنا يتم النظر إلى الحشد الذي أثبت ولائه للمرجعية الإيرانية أن يبقى وأن يتسيد وعندما نقول يبقى ويتسيد نفس النمط موجود في إيران عوامل فشلة أنه لا يتحول إلى حرص ثوري كوابحة نعم أكيد الآن واحد منهم عوامل فشلة المتوقعة هو الصراع البيني بين هذه المليجيات هذه ستقوض حقيقة هذا الصراع قد ينتبهون الآن الصراع فيما بينه لكن أيضا المعترض على قضية الحشد ومطالبة بالحشد وحل هو أيضا القوى الطائفية الفاعلة والرئيسة وذات الشوكة في العملية السياسية تعرف سنة العملية السياسية لا وزنة لهم الأكراد في اتجاه آخر لكن من يطالب بحل الحشد هو أيضا قوى طائفية ذات وزن معتبر في العملية السياسية مقتدى الصدر وآخرين السبب كما قلت واضح أنه الخشية من أن يتصادموا هؤلاء فيما بينهم ويراق الدم دعني أقول بين أقل يسين الشيئي نتيجة الصراع فيما بينهم وفيما إذا حدث الصراع وسال دم سيفقدون ما تبقى من ثقة في حظينة هذه القوى الطائفية المتصارعة لا تنظر للحشد حتى وهي في صراعها على أنه ضمانة لهم والاستمرارهم الضمانة الوحيدة التي يشعر بها أي منهم هو القوى المسلحة التي يمتلكها بحوزتها يعني لو افترضنا أخذ أي مثالين أخذ هادي العامري وبدر أو قيس الخزعلي والعصائب أو مقتدى الصدر وسراي السلام أو فلان أو فلان أو حتى المرجعية لديها لديها قوة المسلحة الخاصة بها هذه حالة يعني لا تنم أعود مرة أخرى لا تنم عن حكمة هؤلاء سيتنافسون فيما بينهم حتما لا بد أن يتنافسوا لأن كما قلت هنا نظرية أمراء الحرفية التي ستسود أنا أمتلك سلاح إذن ينبغي أن أستفيد من سلاحي هذا ليقرر موقفي وأثبت حقي والآخر يقول نفس الشيء إذن سيحصل تصادم أشكرك لسوء الحظ يعني أنا أقول لسوء الحظ لأنه الدم العراقي حرام أن يراقلي شيئا ثانية أستاذ منكم من المشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير طبعا بعد الفاصل راح نناقش ومع دكتور رافع طبعا هذا الجيوش المليونية ما الفائدة منها لماذا لابقى على الحشد على الرغم من وجود هذه الجيوش المليونية التي تستنزف مبالغ غائلة من الميزانية وكذلك أيضا قضية القضاء على الإرهاب بإعلان الحكومة والانتصار على ما يسمى الإرهاب بعد الفاصل نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في الهواجس والمخاوف المتصاعدة من بعض القوى الطائفية في العملية السياسية من بقاء وتغول ميليشيا الحشد ودعوات مستمرة لحلها أو دمجها في القوات المسلحة ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاح والدكتور عبد الوهاب القصب دكتور رافع الفلاح هناك في العراق من عدل ميليشيات جيوش مليونية بمسميات وهياك العسكرية مختلفة تستنزف مليارات من ميزانية الدولة العراقية موجودة الإرهاب الحكومة أعلنت أنها قد قضت على ما يسمى الإرهاب أخرجة من كل المحافظات والآن هي من تسيطر وميليشيا الحشد وغيرها من الميليشيات إنما أنشئت للتصدي للإرهاب مرتبطة بسبب بعلة معينة الآن الإرهاب انتهى وموجود قوات عسكرية أخرى يعني مصر مدافع للتشبث بهذه القوة وإبقائها قوة مهيمنة على الدولة العراقية سياسيا وأمنيا واقتصاديا عبر المكاتب الاقتصاديا سيد ماجد يعني داني أقول لك يعني في بيئة مناسبة وطنية في إطار وطني يكون هذا السؤال منطقي جدا أنت تسألني في بيئة وطنية ونظام وطني وإطار وطني وتوجهات وطنية تقول ما الفائدة من هذا وأقول لك لا فائدة منها ويجب أن تلغى وفعلا الطبيعي أن تلغى هذه ولا تكون يعني ثقل مركز ثقل أمني ومركز ثقل مادي واقتصادي وشعبي ونفسي وإعلامي على الشعب وعلى الدولة هذا بالمنطق الآن لكن في منطق هذه اللا دولة في الإطار هذا الذي تحكمه الميليشيات تحكمه الفوضى هو هذا الأساس هو هذا المطلوب يعني إذا ما تسألني الآن طيب إذا هم هذه الميليشيات هي الأساس وهي يريدون أن يكونوا منها ما يسمى بالحرص الثوري العراقي تشبها بالحرص الثوري لإيران لماذا يبقون على الجيش العراقي يعني بفتوى من المرجعية أو بفتوى من الحكومة ما أعرف مني يقولون ألغي الجيش العراقي ودمجة ولدينا جيش اسمه جيش الحجد الشعلي جيش عقائدي وانتهت القضية حقيقة لا هذه ربما خطوة متأخرة الآن هم يحتاجون هذا الجيش هذا الإطار يحتاجونهم رغم أنه لا يثقون به مثل ما قال الدكتور عبدالوهاب لا يثقون به مطلقا ما عندهم ثقة به بشيعة بسنة حتى لو كانت جماهيرهم الشيعية هي المسيطرة عليه لكن لا يثقون به لأن إلا سياقات وإلا عمل وإلا تاريخ وإرث غير شكل لا يمكن أن يثقوا به لكن هم يحتاجونه كإطار أو كواجهة دولية وأقليمية هو يحتاجون إلى تسليح الناس لا تسلح بشكل واضح ميليشيات تسلح جيوش تدرب جيوش تحافظ على جيوش هناك أوطان لديها جيوش هكذا التصرف فهذي يحتاجون الأسلحة الآن التي تنتلك هذه الميليشيات من أين هي ما هي كلها من مخازن الجيش هذه التدريبات والأسلحات وحتى البدلات وحتى كل شيء ما يستخدمونه وعجلاتهم وأسلحاتهم كل أمر الجيش كلها عائدة للجيش فبالتالي هم يستفادوا من الجيش كواجهة لكن هل ستستمر هذه الواجهة أنا أقول لك هم يخططون إلى أنه سينهون هذه الواجهة بعد فترة لكن متى هذه الفترة عندما تتغول إيران بشكل قوي عندما ينتهي الاتفاق الإيراني الأمريكي حول النووي وإيران تطلق يدها من جديد في المنطقة بشكل واسع وهي تقود المنطقة بهذه الرؤية التي الآن يروجون لها عندها ربما يفعلون هذا ربما الجيش لا وجود له لذلك الجيش مهان يعني إذا عدنا إلى حوادث كثيرة كم من قادة فرق وكم من قادة مناطق بالجيش رتب عالية يهينهم واحد بين الجيش من الحجز الشعلي يهينهم ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا وحتى قيادات سياسية يعني يخذ الحلبوسي مثلا محمد الحلبوسي قبل فترة هذا واحد من الميليشيات هدد بعادة نشر الميليشيات في المنطقة الغربية لمنع الصهاينة معرف منه بترشيح هذا طوقوا القرمة ميليشيا كتاب حزب الله إذن هم يريدون يقولون أنه نحن نحكم العراق لا جيش ولا قوات الآن جيش وفرق الجيش وتخاف من الميليشيات تخاف التصرق خذ المنطقة الخضراء المنطقة الخضراء تحرسها قوة عسكرية جيش يحرسها لكن عندما يريدون أن يدخلوا المنطقة الخضراء الميليشيات تدخلها بسهولة بسهولة ولا يستطيعون قفل الأبواب وبالعكس ظهرت أن صور لواء برتبة لواء يتوسل بهم لكي يستمعوا إليه لا يستمعون إليه فريق فريق فبالتالي هذا يدل على عندما يقفون أمام المنطقة الخضراء ويضعون صورة رئيس الوزراء اللي هو القائد العام قائد العام قوات المسلح تدخل أقدامهم ويدسوها بالبساطين ماذا يعني هذا؟ عندما يستعرضون وقيادة قيادة الأمنية العراقية تقول نحن لا ندري باستعراضهم والعالم كل تشاهدون واستعرضون بأسلحاتهم سياراتهم في بغداد ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنهم يريدون أن يوجهوا رسائل أننا رقم واحد ونحن من سيحكم العراق ونحكم من يحكم العراق وبالتالي هذا الجيش هذه نقطة مهمة سينضوي تحتنا هذه الفترة دكتور أمدراب يبدو أن هذا الصراع الموجود تحدث جنابك عنه كأنه رئيس الجليد يعني فقط ظاهر الآن ما يجري الآن في العراق من صراع بين الميليشيات وهناك طبعا مناوشات وبالأسلحة الدولة تتفرج الدولة الحالية تتفرج كأنها في حالة استقالة أو أنها تحاول إصلاح ذات البين بين هذه الميليشيات وفك هذه الاشتباكات هذا الوضع إذا ما استمر ما هو مخاطر على الدولة نفسها على الدولة العراقية نفسها نعم نحن نتحدث بمنطق الموجود حاليا في العراق هو منطق لا دولة أو دعني أسميه المصلح الفكري العالمي واضح أن هذه هي دولة فاشلة الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي لا تستطيع أن تسيطر على أقليمها وأن تديم الأمن والنظام وحقوق الإنسان وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتها نسمونا الآن الدولة الهشة الهشة هذه دولة الهشة هي حقيقة يعني مرحلة أعلى من الفاشلة الفاشلة هي الموجود حاليا في العراق لماذا حصل هذا؟ حصل هذا لأن الأحزاب السياسية الشيعية المسيطرة كل منها يريد أن يهيمنه أن يكون هو صاحب الكلمة الأعلى زين؟ المالك يتصرف كامبراطورة لأنه هو الأكبر بهم دكتور في هذا النقطة أسمح لي خلينا قاطعك الدولة الفاشلة قد تتحول الدول إلى دولة فاشلة نتيجة ظروف ونتيجة اعتداء خارجي نتيجة حصار نتيجة أسباب أخرى لكن أن القائمين على الدولة حكام الدولة يحولون هذه الدولة التي يحكمونها إلى دولة فاشلة أليس هذا غريبا؟ غريبا لكن منطق مراء الحرب هو هذا كل يريد أن يكون هو أنا بدأت يعني لا تظن أن هناك وفاقا كاملا بين فلان وفلان وفلان غير موجود الوفاق هو ظاهري لكن عندما نأتي إلى الكعكة كل يريد أن يقضل أكثر ما يمكن من هذه الكعكة له هذا هو منطق مراء الحرب كما أقول انظر دائما إلى ما جرى بإفغانستان في مرحلة القتال بعد انسحة السوفيكة نعم كل يريد أن يسيطر هو هذا نفس الشيء موجود هنا يعني على الساحة السياسية الشيعية في العراق وهناك شيء غريب حقيقة يعني يعني هو العراق يعني تريد أن تسمهم بأنه عراق شيعي العراق ليس عراق شيعي يعني هذه حقيقة يعني فلما لما تجبر ثلثي المجتمع على أن يخضع للثلث الآخر هذه هي حقيقة حتى إذا ما خرج لك أحد ما وقال التعداد السكان يقول هكذا نحن نقول له أنتم تقولون هذه عملية سياسية مرتكزاتهم الأكراد والسنة والشيعة إذن واحد اثنين ثلاثة فإذن لا يجوز أن يسيطر رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة على الدولة ويزم الدولة بزمته ويذهب بفتاويها هذا غير صحيح هذه مشكلة حقيقة مشكلة ومشكلة كبيرة والذي جرى قبل أيام الحركة الصرقية هذا دليل واضح أن هؤلاء باجتهاداتهم سيتقاتلون فيما بينهم والذي سيدفع الثمن هو الدم العراقي النزيه والنظيف والشريف والذي ينبغي أن لا يهرق هذه حقيقة التورطوا أنا أشعر بأنهم تورطوا وكما تفضل أخي الدكتور راح سيأتي يوم هم سيحاولون أن يجهدون حلا لها أو سيتحول الصراع إلى الشارع في لقطة الصراع دكتور هل تعتقد أن لحظة التصادم العسكري بين هذه الميليشيات قريبة خاصة أن هذه الميليشيات الآن في حالة تناحر هناك ميليشيات الحقيقة نأت بنفسها بزعم أنها ميليشيات تابعة للعتبة الدينية وهي تتبع القوات المسلحة نفى فالح الفياضي يقول ليس هناك شيء من هذا القبيل لكن شيء من هذا القبيل موجود موجود هذه الميليشيات أولا مصالح متنافرة مصالح سياسية وقتصادية مرجعيات دينية هذه معظم الميليشيات مرجعيتها في قم خامنئي عدوها المشترك الذي كان يجمحها قد انتهى مقاومة وطنية ما يسمى الإرهاب لذلك تفرغت لمصالحها نحن يعني موشكون على لحظة تصادم أسكري في الشوارع هو الحقيقة أنت تسأل يعني ما الذي يؤدي أو ما هي العوامل التي تؤدي لا يصدام بينهم نعم هناك عامل اقتصادي وهناك عامل سياسي في العامل الاقتصادي وصلنا إلى مرحلة كانت تصادم كلش قريب من عنده انقفض سعر النفط في العراق وانخفض بالعالم كله ووصل إلى الحالة اللي الدولة غير قادرة وأيضا ربما أخطأني وسمي الدولة هي لا دولة عندما نقول أن السلطة غير قادرة أن توفر حتى تلبي يعني رواتب يعني لا تستطيع أن تأتي برواتب الموظفين وصلنا إلى هذه الحالة ويستدينون من الخارج وتخفيض قيمة الدين رغم الدولار نعم نعم وصلنا إلى حالة ساحة ضاقت لأنه هذه هي مصالح عندما تضييق والمال يقل الصراع يشتد هنا فأكو عامل اقتصادي كان يتصاعد وكنا نلمس أن الصراع في أي لحظة سينفجر الآن نرجع البرميل النفوط ارتفع عادة لفلوس ماشي وهذا طبعا هذا قام مثلما ارتفع سعر البرميل ممكن أن ينخفض إلى دون ما كان عليه هذه كلش متوقعة وكلش طبيعية هذا العامل موجود لأنه سعر النفوط غير ثابت وهذا اعتماد عليه اعتماد الاقتصاد عليه هذا كارثة كبيرة واستؤدي بهم إلى كارثة هذا نضحه على الجانب الجانب الآخر الجانب السياسي الآن فصيل منهم يريد أن يتفرد بالعملية السياسية اللي هو مقتد الصدر يريد أن يتفرد ويقول أنه أنا القوى الرقم واحد وأني من يعين الآخرين والآخرين أنا أوزع لهم العباط التي التي وقدرها حصصهم هذه ما يقبلوها لذلك الآن هناك وليس اختلاف في هذا البيت الشيعي مثل هذا الكلام الذي نتحدثه وربما بعض منهم انتبه إلى أن هذه المظلومية تكذب لا لا القضية صراع على الاستحواذ على المكاسب على هذا الرجل الذي يستحوذ على كل لا يقبلون بهذا القضية تعالنا نعود إلى الشراكة اللي هي التوافق بيناتهم هذه عملية المحاصصة هذه حصتك وهذه حصتي وهلقد عدد كراسي وهلقد وزارات وهلقد مكاسبك وهلقد مكاسبي لكل مكاسبه هذا هنا صراع يبدأ مدام وهو متداخل أيضا بالقضية الاقتصادية يبدأ الآن تتوقع الاستدام العسكري ربما قريب جدا دكتور لكن أيضا هناك مخاوف أنه هذه وصولنا إلى هذه النقطة معناها الفوضى العارمة والقتل العشوائي وكل اتجاه نعم نعم ومن سيدفع الثمن الشعب العراقي الحقيقة والأبرياء يدفعون الثمن لكن في بلد مثل العراق الفوضى تضرب أطنابها في كل مكان على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وفي كله الاجتماعي فأنت مام حالة كل الصبيعية أن تكون هناك الصدامات وأن هناك دم وأن هناك قتل نحن من عام 2003 لحد الآن نهر الدم ما توقف يعني عندنا دجلة والفرات ونهر الدم العراقيين تحول العراقي إلى مقبرة كم قتل من العراقيين لحد الآن وكم سيقتل من العراقيين هذا كلش طبيعي هنا في مظاهرات تخرج مظاهرات يقتلون ألف شاب وجرحون 30 ألف ألف شاب عراقي طبيعي جدا صارت عمليات القتل والدماء كلش طبيعية في العراق بوجود هذه بوجود الانفلات لا قانون الكل تحمل السلاح والقوة بالسلاح والمال وهناك قوة خارجية وقوة أقليمية تدعم هذا المشروع وهذا يضعف العراق وهذا جزء من المشروع الإيراني كلما ضعف العراق كلما تمددت إيران والعراق يراد له أن يكون نظري دكتور اسمعني بالله هذه النقطة أيضا نحيلها أشكرا كنا نحيلها لدكتور عبدالوها القصاف دكتور هذه الميليشيات الحقيقة الريموت كونترول بيد إيران هذه لحظة التصادم الفوضى العارمة ذهاب العراق حكم العراق منهم إيران تسمح بي أم أنها قد الأمور تنفلت من بين يديها ولم تعد قادرة على ضبط إيقاع هذا المشهد في العراق نعم نحن متفقون على أن هذه الميليشيات تنفذ برنامجا ومصالح إيراني تمام وإيران بعد أن اندحرت في عام 88 هذا الاندحار والذي اندحر هي المؤسسة الحاكمة يعني ممثلة بالخميني في حين أصبح هناك رغبة شديدة في الانتقام وضيفت لي مركب عقد الانتقام الماضية التعريخية التعريخية الآن الحقيقة الهدف الأساسي لهذه المؤسسة الحاكمة التي هزمت بطريقة شنيعة في عام 88 كانت أبواب إيران مشرعة ومفتوحة يعني مشرعة ومفتوحة بإمكان القوات أن تصل إلى أي نقطة تريدها بعد أن بعد معركة توكلنا على الله الرابعة التي أسر فيها كل الدرع الإيراني كل الدرع الإيراني أسر فانفتحت الأبواب ولو كانت هناك رغبة إرادة سياسية في العراق صدقني عملية تحرير الأحواز لم تكن لتأخذ أكثر من يومين وعملية رسول إلى همدان لم تكن تتطلب أكثر من الدفاع واحد بيوم واحد أو يومين وقد حاول مجاهدي خلق أن يصلون إلى همدان لكنهم أيضا في حساباتهم كانوا مخطئين في مكان ما وفشلت عملية وإلا فتحت الطرق طيب إيران لأنها حصلت هذه الحادثة تريد أن تنتقني نفسها ووفرتها أمريكا الهدف هو الجيش العراقي أولا الذي هزمها تم حل له الهدف الثاني العراقيون الذين قاتلوها والعراقيون الذين قاتلوها هم عراقيون سواء كانوا كردا أو عربا أو سنتا أو شيعة ولذلك تجد أنهم أجبروا الرجل الشيعي أن يطأط إرسه ويقبل قدم الإيراني القادم للزيارة هذه هي نقطة نقطة تحسن العراقيين واحد أنا أشعر مع نفسي واحدة من أسباب انتفاضة تشغين هي هذه هي عملية الانفجار بوجه الإمعان الإيراني في إيهانة العراقيين هذه فأنا أظن أن الأمور وهذا ما تجلى في إحراق صور قادة إيرانيين مهاجمة القنصريات قبل يومين يعني نعم قبل أيام في الديوانية هناك مدرسة تحمل اسم القميني القميني تم حرق اللوحة والصورة وكل شيء طبعا أنا أتفق معكم نعم دكتور رافع هذه في لحظة ما ميليشيا الحشد عندما تجد نفسها قد تخسر كل شيء في العراق حشرت في زاوية ممكن أن تقلب على هذا النظام السياسي فتقوضه على الرغم من أنها تقول أنها مؤسسة عسكرية يتبع للدولة العراقية يتبع للقائد العام للقوات المسلحة فتجعله هباء منثورة في أي لحظة تريد أن تنقلب أو تزيح هذا النظام قادر تملك القوة نعم تملك القوة لأنه واقع الحال واقع الشارع يقول هكذا من يتحكم بالشارع من يتحكم بالسياسة خذ المنافذ الحدودية كم تحدث عنها الكاظمي أنه سيسيطر عليها لماذا لم يستطع سيطر عليها ما هي المنافذ بيد هذه الميليشيات منافذ الحدودية لاحظ الوضع الاقتصادي العراقي العراق تحول إلى بلد مستورد لماذا من من جعله بلد مستورد نعم إيران ضربت المصانع عمالتنا لكن لو هي حكومة موجودة ودولة موجودة تعيد المصانع تعيد الصناعة وتعيد الزراعة على الأقل لم تستطع لأن هناك قرار من هذه الميليشيات أن لا يعود والاقتصاد الإيراني هو الذي يجب أن يخدم عراقيا فبالتالي هذه القوى القادرة أن تدخل للمنطقة القضرات تتحكم وتجتب وتشتم وتأخذ الأموال التي تريدها وتحكم بالعملية السياسية ومن سيكون ومن لا يكون هذه قادرة أن تزيح هذا النظام وتغيره لذلك الكاظمي راح لبس هذه البدلة لما للحجد الشعبي وتباهى بها أمام الآخرين لكي يقول ليقول لهم أرضوا عني يعني هذه حقيقة فبالتالي هو يعرف والكل يعرفون وكل الأطراف تعرف أن هذه القوى لو أرادت الحكم هي لا هي تريده وهي متحكمة به يعني متحكمة به وراء ستار يعني لو أرادت أن تحكم مباشرة ستحكم مباشرة لكن هذا بأوامر إيرانية ليس بيدها يعني عندما يأتي الأمر الإيراني ستجد ربما أي واحد من الميليشيات والذي يحكم بشكل واضح دكتور متوقع هذه النقطة أن الحشد في لحظة يأس تقلب النظام السياسي تحول إلى نظام ولا يتفقيه وهي الحرس الثوري هذا يعني شيء لا يمكن نفيه يعني عملية النفذة عملية غير واقعية أنت لديك قوة مسلحة بالمقاييس الداخلية قادرة مسلحة بتسليح جيد عقائدية وهذه هي النقطة المهمة لأنها عقائدية فهي تنفذ ما تمليه عليه العقيدة والعقيدة يمثلها رجل دين موجود في بلد آخر ليس في العراق ولذلك وهم يصرحون أن مرجعيتنا خامنة وعندما يسألون يقول لك أنا لا أعرف يعني منطقهم بحقيقة لا يختلف من هذه الناعية عن ضدهم النوعي الذي هو داعش أو الحركات المقاومة السنية الأخرى أولئك أيضا لا يعترفون بحدود لا يعترفون بدول لديهم دار الإسلام ودار الحرب فالكل يقاتل منه وهؤلاء لديهم أيضا دار الإسلام ودار الحرب ويعتبرون أنهم بمرجعهم لهم الحق في أن يتصرفوا في كل الأرجاء العالم الإسلامي وطبعا ضد طبيعة الأشياء ضد الحقيقة ضد إمكانيات ضد قدرات آخرين لكن إذا كنا نتحدث عن العراق هذه المجموعة لديها القوة التي يمكنها أن تنفذ الأمر الذي تريده في الوقت الذي يتم القرار عليه شكرا لدكتور عبدالوهاب القصاف زميل مركز العربي واشنطن وأيضا دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي وكان ضيفينا في هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في الهواجس والمخاوف من بعض القوى الطائفية من ميليشيا الحشد ودعواتهم لحل هذه الميليشيات إلى أن نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة